أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع تم استعرض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والأعمال الانشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات بورسعيد والسويس والأكسور والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دورية عقاد هذا الاجتماع تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة